تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي سبورت اللي بتجيكم مني أنا محمد عواد حلقة اليوم عاجلة نتيجة خبر مفاجئ طلع اليوم اتشيل سيرهم فوز المباراة الكاس عم بقرر يقيل فلاك لامبر الاقال اللي كان فيه شعور انهاجاي لا محالي هذا الموسم إذا مش اليوم بعد دور الأبطال إذا مش بعد دور الأبطال نهاية الموسم لأنه فرانك لامبرت فعليا دفع الثمن نجاحه بلا انتقالات ثم الانتقالات الكثيرة اللي صارت له هذا الصف لدرجة انه الجميع شعر انه تشيرسي مرشح للقب وهذا كلام كان متسرع واذكر فيه فيديو بنهاية سوق الانتقال قد قلت تشيرسي لسا بده سنتين ثلاثة عشان يوصل ينافس على اللقب خلينا نسأل السؤال الأول هل الاقالة ظالمة؟ او انه غلط؟ صراحة يعني اخر ثلاثة اربعة سنين الواحد لازم يعني خلص استوعب انه لازم يغير وجهة نظر بمبدأ الاقالة كثير مدربين انقالوا وندمة الفرق اللي اقالتهم وكثير مدربين كان المنطق يقول ينقالوا ولما ظلوا نجحوا ومنهم مثلا سول شاير اللي الان بنافس على اللقب هذا الرجل مرتين ثلاثة مشى بنفس السلسلة اللي انقال عليها لامبرد الان وبع ذلك ضل ومع ذلك تحسنت امور طيب تشيرسي بيعرف هذا الشي تشيرسي شايف هذا الشيء وتشيرسي بيعرف اهمية فلانك لامبرد لجمهور تشيرسي شو اللي خلاهم ياخدوا هذا القرار؟ بالنسبة لي الفلوس اللي اندفعت بهافرتس وفيرنر تحديدا هي اللي كانت مقلقة لهم هم اكبر استثمارين للنادي واللعبين بعيدة كثير عن مستوهم يعني هافرتس جاء بتسعين مليون عم بيعطي بلاعب قدرته خمسة مليون حرفيا هذا الشيء اقلقهم انه احنا استثمرنا فلوس اوكي القابه بطولاته وكرة قدم هذا الشيء التاني وجزء من المشروع الاكبر انا عندي مشروع مدية تاني انت مش عم تعطيني ايا انا دفعت فلوسي وفلوسي ما رجعتلي وينها في الملعب مش كل شيء نتائج صح بس يم معطيات هذا جزء اول وجزء الثاني انه تبين انه تشلسي ممكن يحقق نتائج ممكن يلعب مباراة جميلة مبارتين جميلات تبين الموسم ماضي وموسم هذا بس تبين انه ايضا ما عم بيقدر يعطي شكل فني ثابت للفريق كروي ممتع فيه نوع من الجمالية نوع من طريقة التوظيف تعرف مين بدك اللعب اللي تشتريه بكرة وبعد بكرة وبعد الموسم هذا الموسم الجاي عشان هيك كان الخيار المتوقع توخن جابوا مدرب بلعب كرة هجومية كرة ألمانية حققية حادة فيها ضغط حقيقي فيه نوع من شكل الفريق حتشوفوا كل مباراة بلا تغيير اه ممكن يغير خطط لكن فلسفة الكرة نفسها ثابتة فبالتالي منصير نعرف شو اللعبين لازم نخليهم من الأكاديمية وشو اللعبين لازم نرفحهم شو اللعبين لازم نبيحهم شو اللعبين لازم نشتريهم يعني بدهم يزرعوا هوية فنية بالفريق وهذا طبيعة وهذا اللي ببرر انه البديل مش أليقري يعني أليقري وتوخل أليقري أفضل من توخل إنجازاتا تكتيكا لو يلعب ضده حيهزموا عارفين هذا الكلام لكن في شيء آخر حيعطيه توخل ما بيعطيه أليقري انه توخل بحط القيمة او الهوية الفنية بالفريق وهون ذهب خيار تشيلسي للهوية الفنية مش لخيار النتائج اللي حيضمرها مية في المية أليقري إذن وصلنا لنهاية النقاش نهاية النقاش ما فعله هل لامبرد بيستحق الإقالة؟ أنا أعتقد نتيجة الصيف السيء للجميع اللي ما حد استعد فيه وجايبله ست سبع لعبين ظلم باللاعبين اللي يجونه أعتقد خطأ لامبرد إنه وافق يجي هاورتز أي شخص شافل في صفقة كان عم بيعرف وبيعرف هاورتز بيعرف أنه هاورتز هيخلق مشاكل كثير أكثر مما يحل لاتشيرسي اللي اشترى فيرنر وزياش أيضا بيعرف أنه ما كانوا المنظومة هادي هتركب مع بعض بسهولة أبدا بدأ حل جذري للغاية وربما لامبرد لا يملكه هذا ربما أخطاء لامبرد إنه وافق على العدد كبير من اللاعبين ووافق على هاورت وعارف أنه مش حيلحق وينسجموا مع بعض وكلهم تقريبا من خارج الدور الإنجليزي وهذا الشيء أيضا كان خطأا بصير دفع ثمنه لأنه حب فكرة التجميع اللاعبين كان لازم التوجه يكون للعبين أكثر من البريمير ليغ لأنه جو مختلف موسم مختلف بلا جمهور ولكن القرار كان ببساطة إنه لامبرد وافق وبالتالي لامبرد لازم يتحمل المسؤولية ويدفع الثمن هل توقيت الإقالي مناسب؟ أيضا ما بنعرف زي ما حكيت سلشايل وكيره اللي بعرفه أنه في تشيلسي اللي صار طبيعي هذا هو تشيلسي هذا هو رومان أبراموكش هذا هو الطبيعي اللي صير عند إدارة تشيلسي لما مدرب ينعطى شيء وما يجيب النتائج المرجوة ويبين أنه بعيد كثير عن التبفور ولسه في فرصة يلحقوا التبفور وبالتالي استعجروا بالإقالة هالمرة وما رضي يصبروا لنهاية الموسم هل تخيل هو المدرب المناسب؟ تخيل مش مدرب ألقاب ملموسة يعني بباريسا نجرب نعرف يعني الدوري لو أنا دربتهم بجيبه بس إنه هل هو مدرب النتائج لمباريات الكبيرة؟ لا جربناه أكثر بمرة لا بس تخيل مدرب الشخصية مدرب الفريق مدرب اللي حيخليك تحس في فريق جماعي وفردي بنفس الوقت مدرب بيخلق الكثافة بيخلق الحدة شيء جميل حتشوف تشيلسي معه بس هل حيحق النتائج؟ كمان مش مضمون النتائج مع تخيل بس أكيد تتمنى له يتوفى عشان في لعبين مواهب فيرنر هاورتز زياش حلو تشوفهم عم بينجحوا وعم بيتقلقوا وصلوا لنا إلى هذا الفيديو كنت معكم أنا محمد عوهد موجود فيسبوك توتر انستجرام وضروري جدا نتابعوني على سيرفي سبورت والسلام عليكم ورحمة الله